اشتركوا في القناة ودفاع عن الساحل ومدينة ادلب وفق قولها دخلت خلال الاسبوع الماضي 300 شاحنة تحمل مساعدات تستخدم لاغراض لوجستية وعسكرية الى مناطق سطرة الادارة الذاتية التابعة لقصد شرقاء سوريا وفق وكالة الاناظول اوضحت الوكالة ان القافلة التي داخلت من معبر سيمالك الحدودية مع العراق ضمت قوالب اسمنتية تستخدم في انشاء قواعد عسكرية وعربات رباعية الدافع ومولدات كهربائية اضافة لخزانة وقود حاويات مغلقة ورجحة ان تضم تلك الحاويات اسلحة خفيفة وذخيرة ومعدات للرادارة افاد موقع جرفانيوز المحلي بان ضباطا روسا من مركز المصالحة في قاعدة حميميم الروسية فشلوا باقناع النازحين من مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام بالعودة اليها نقل الموقع عن مصادر محلية لم يسمها ان فشل اقناع النازحين خلال او جاء خلال اجتماع عقده الضباط مع ممثلين عن النازحين في منطقة سيطرة قوات سوريا ديمقراطية مؤكدة ان النازحين من بلدات حطلة وامرات ومظلوم الحسينية رفضوا العرض الروسي للمصالحة بضمانات اكد تجار نوروبيون لوكالة رويترز ان المؤسسة العامة لاتجارة الخارجية تابعة للنظام الاسد طرحت مناقصة عربية لشراء واستيراد ثمانين الف طن من السكر الابيض المكرر واوضح تجار بان الموعد النهائي للتقدم بعروض المناقصة للمؤسسة هو الحادي عشر من الشهر الجاري وطلب النظام في مناقصته ان يتم الشحن على دفعتين الاولى عبارة عن اربعين الف طن يتوجب شحنها بعد ستين يوما من فتح خطاب الاعتماد للسفقة وثانية بعد مائة وثمانين يوما من توريد الشحنة الاولى قالت وكالة روداو انه عثر على عائلة سورية لاجئة مؤلفة من خمسة اشخاص مقتولين رميا بالحجارة في مدينة اربين العراقية في اقليم كردستان العراق ونقلت الوكالة عن شهود عيان ان العائلة مؤلفة من ام واب وثلاثة اطفال صغار اثر على جثتهم وعليها اثار رجم بينما لم تحدد الاسباب التي دفعت لقتلهم بهذه الطريقة كما ان قاتلهم ما يزالون مجهولين حيث بدأت الشرطة وقوات الامن بالتحقيقات لكشف ملابسات القضية نهاية الموجز ونترككم لمتابعة برنامج احسن السير بامان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة